وعبد الله متى يشار للشاعر بالبنان متى نقول ان فلان هذا والله شعر لما يستشهد بشعره الناس اللي فيهم خير او اكارم الناس و اعلاهم لما يستشهدون به شعرية مثلا انا اذكر يوم الايام شفت مقطع لي لشايب احمى يصورون فيديو وكان يتكلم مثلا عن المدح وغيرها وعقبه قال مثلا قال الشاعر لا تمدح العود لان يحط فوق الجمر ولا تمدح الناس حتى تظرف علها لما يقولها الشخص هذا اللي لا يقرأ ولا يكتب اتوقع بمعنه اعمى بسالله يعوضه بجنته ان شاء الله انت تحس بانصاف وتحس ان شيء اللي قلته ان توصل للناس الشاعر ما رح يقيم نفسه انه هو في الصف الاول يترك رأي للناس انا ضد اي شاعر مثلا يقول انا الافضل في المكان الرلاني او الافضل في فاعتي لا انا لا اقدر اقيم نفسي ولا ارضى ان شاعري قيمني ولا ارضى ان شاعري قيم اي شاعر اخر يسا اترك التقييم للناس دائما صعب اني اقولك انا الاول صعب اقولك انا الثاني التقييم دائما للناس المتنبي في عصره كان معه ابو فراس الحمداني وكانوا في ضلال سيف الدولة الحمداني ما قال المتنبي ما اذكر يعني قرأت ان المتنبي قال الافضل او افضل من ابو فراس او مئة شاعر اللي كانوا في عصره ولكن مع الزمن غاب نجم ابو فراس الحمداني ظهر من لنا المتنبي فلن ينصفونك الان سينصفونك بعد فترة طويلة